مهما كانت الانتقادات مهما كانت النقائص يعني مجتمعاتنا إلى حد ما مقارنة بمجتمعات أخرى مجتمعاتنا محافظة فهما جاءوا من هذا الباب من خلال هذه الحريات المتاحة في هذه المواقع وصاروا هما أنه يروجوا للخنوع يروجوا للرذيلة يروجوا للتفشي الأخلاق الهابطة وقاعدين هما يضربوا في القيم يضربوا في المبادئ لما تشوف انت بعض الصفحات وتشوف بعض الأشخاص وتشوف الناس كيفاش ترام يتابعوا فيهم بالآلاف ولا ربما بالملايين فتبقى انت توحد في ربي تقول انت كيفاش تلقى داكاترة فلاسفة أساتذة في التاريخ مؤرخين مهندسين باحثين في مجلة مختلفة يقوموا هما بعمل يقوموا بمجهود يقوموا بأبحاث يقوموا بالدراسات ويقدموها سواء في شكل خطب والله في شكل ضرامج هكذا توعوية فتلقى عدد الناس المتابعين لهم يعني تقدر تعدوا وفي المقابل تلقى ناس اللي هما واحد يطيح في الكلام هي تلقى الناس طيحة عليهم بالملايين اشتركوا في القناة